حياكم من جديد مشاهدينا وصلنا لفقرة الأخبار والنوعات اليوم نبدأها بأولى أخبارنا وشلال النار الغريب في كاليفورنيا وهذا هو الوصف الذي تم إطلاقه على ظاهرة غريبة من نوعها حدثت في منتزه يوسيمتي الوطني في كاليفورنيا ولما تشوفها تعتقد أنها فعلا حمم نارية ولكن الحقيقة هي أنها ظاهرة تحدث عندما تلمع الأشعة الصادرة عند غروب الشمس على الشلال من زاوية معينة شايفين اللقطة كاف مخذينها في هذا الفيديو وكذا ممكن أن تشوف هذه الظاهرة اللي سموها بشلال النار كل عام لفترة قصيرة جدا في شهر في براير أثناء غروب الشمس فعلا أجمل الظاهر اللي ممكن تصير هي الظاهر الطبيعية اللي ممكن أن نشوفها من خلق الرحمن لما نشوف مثل هذه الظاهر فعلا نقول سبحان الله ونتمنى أيضا نكون موجودين في هذا الوقت لأنه من الغريب فعلا أنك تشوف شلال بهذه الطريقة وهذا اللون تحديدا كأنها حمم نارية هذه حمم نارية ولكن شفناها قبل شوي كانت عبارة عن شلال وشعة الشمس عند الغروب سطعت عليه فصار الإنعكاس بهذه اللون الجذاب والجميل اللي شايفينه اللي فعلا يعني كلما أشوف منظر طبيعي جميلة من أقول يا الله يريتنا هناك أخذ صور في هذا اللوكيشن توقع صور رح تكون جميلة جدا بجمال المنظر عموما نروح لأيضا خبر آخر ايش اللي صاير في العالم صيني يتفنن بتحكم خيالي جدا رح نشوفه في هذا الفيديو في ذراع حفارة شايفين هذا الذراع الحفارة الصين ايش قاعد يسوي بالضبط يشيل البيضة من فوهة قرورة ماء إلى ويحطها في قرورة ثانية ولكن الغريب يعني إذا انت شفتوها أعرف أغلب الشباب إذا شافوا مثل هذه الفيديوات يقولوا نحن نقدر نسويها سهلة تحداكم تسووا مثل هذا الشيء اللي نحن قاعدين نشوفه لأنه فعلا تحتاج لقوة تحكم قوة تركيز عالية جدا يعني ترى يتحفارة ترى ذراع حفارة كبيرة يعني مستحيل اللي يقدر يتحكم في الموضوع لازم يكون يعني شديد التركيز في الموضوع لأنه أي غلطة ممكن يخرب هذا الفيديو اللي قاعد يسويه وشكله فاضي صراحة هذا العامل وكل يوم وقت فراغة يقعد يتفنن بمثل هذه الفيديوهات والاختراعات الجميلة ولكن بالنهاية هو فن صراحة لأنه مو أي أحد يقدر يسويه وأنا تحددتكم اللي يقدر يسويها يرسل لنا فيديوهات على تويتر أو على حسابنا في الستجرام وممكن يطلع معانا في البرنامج إلى أيضا خبر آخر لكل المحبي وعشاق السيارات ما عرفيش أقول لكم عليها ولكن السيارات النادر أخرين أقول عليها اليوم تعرفوا على أغلى سيارة بالعالم في تاريخ البشرية هذه السيارة اللي قاعدين نشوفها يا جماعة شركة بوغاتي أعلنت عن أحدث منتجاتها في معرض جنيف للسيارات لعام 2019 و19 وهي سيارة السيارة السوداء بالعربي التي تعتبر أغلى السيارات بقيمة 12 مليون دولار وذكر أيضا مصمم السيارة أن كل عنصر موجود في هذه السيارة تمت صناعته يدويا يعني تستاهل 12 مليون دولار ولا ما تستاهل تستاهل هتستاهل صح؟ والله الشباب هنا يقولوا اللي تستاهل أول ما شاف السيارة ما أحكي لكم ما صار فيهم لكن أنا مني من محبي ولا أشاق السيارات أبدا فشباب أكثر شيء ممكن يتجننوا على مثل هذه المواضيع وممكن أيضا يدفعوا مبالغ طائلة جدا وبنشوف تحديات في السوشال ميديا من عنده أكثر من السيارات الغالية والنادرة فممكن يستهويهم هذا الموضوع ويحبوا هذا الموضوع وما نقول لكم السعر من البداية 12 مليون دولار وبس إلى أيضا خبر آخر وتقنية غريبة من نوعها صراحة هذه التقنية لا هذه ما جات ولا رح تجي أتوقع ولا جات على بالي واستغربت جدا لما قريت هذا الخبر تقنية مكلفة للتواصل مع الموتة هذا هو عنوان الخبر وطور العلماء تقنية مكلفة جدا ولكنها ستكون قادرة على صناعة صورة هولوغرافية للشخص المتوفي قبل رحيله يعني لا نمسك الخبر حبة حبة قبل يموت الشخص هم عارفين أنه هو رح يموت قبل ما يموت ياخدوا ويصوروا صورة هولوغرافية ويجمعوا معلومات عن اسلوب حياته وعاداته وشخصياته كمان والطعام المفضل وعدد كبير من المعلومات الخاصة بهذا الشخص ويحطوها في صورة رقمية هذه الصورة الرقمية هي نسخة ظاهرية عن الشخص المتوفي تطابق مظهره الحقيقي بالضبط يعني مو بس مظهر كمان رح يكون سهل التواصل مع هذا الشخص التقني ورح نقدر نتكلم وناخد ونعطي معاه وحيرد علينا يعني مو بس كذا وكمان عارف كل المعلومات اللي توضعت في هذه النسخة الرقمية قبل وفاته رح تكون موجودة بعد وفاة الشخص وهذا ما يسمى يعني ما عارف صراحة وتقدروا أيضا تتحدثوا مع هذا الشخص تتبادلوا أيضا الأراء فعلا في الرايحين أنا ما عارف أبدا اشتقنية التواصل مع الموت يعني شيء جدا غريب من نوعه وما نتمنى انتشار يعني مثل هذه التقنيات أبدا ما نتمنى انتشارها إلى أيضا خبر تقني وكاميرات مراقبة ذكية تكشف اللص قبل السرقة هذه التقنيات اللي نحتاجها في حياتنا هذه التقنية تحديدا أطلقتها وقامت شركة يابانية بابتكار هذه التقنية وهي من كاميرات المراقبة تعتمد الذكاء الاصطناعي ويمكن أن تكشف السارق قبل أن يقوم بالسرقة فعليا ايش بتسوي هذه الكاميرات تقوم بتحليل وجوه الناس ومراقبة لغة الجسد والتصرفات لتحديد ما كانوا هم يعني الشخص هذا مثير للشك ولا لا هذا الشخص ناوي يسرق ولا لا من خلال لغة الجسد الخارجية بعد كده ترسل رسالة تنبيه للعاملين في المتجر وتشز هذه صراحة هذه التقنية جدا جميلة خصوصا بعض المتاجر يعني يكون فيها نقص في عدد العمالة أو في المولات والأسواق فعلى طول لما تحطوا هذه الكاميرات كاميرات المراقبة تكفش لكم أول شيء ثانيا آمنة في نفس الوقت ممكن تصير حالات خطيرة أثناء السرقة فهذه تحميكم إن شاء الله من كل هذه الأمور الخطيرة وهذه التقنيات اللي فعلا نتمنى أنها تكون موجودة عما قريب في جميع أنحاء العالم طبعا من كثر الأشياء اللي بنشوفها في الذكاء الاصطناعي والتقنية اللي بنسمعها يوم وراء يوم في كل أخبارنا اليومية فعلا صرنا مستغربين وين رح نروح بهذه التقنية معنا عبر الهاتف المهندس عبدالله صحاب الغامدي مستشار ومستثمر تقني ومساء الخير ومهندس عبدالله مساء النوري عبدالله مهندس عبدالله كونك مستثمر في التقنية حقيقة نحتاج تسليط الضوء على مفهوم الذكاء الصناعي أو الاصطناعي أول شيء مساء الله بالخير لكل المستمعين المشاهدين مساء الله بالنوري ذكاء الصناعي طبعا هو لغة العصر القادمة يمكن ما تعجبنا كثير بس العالم كله متجاه لاتجاه هذا ذكاء الصناعي مكوّن من عدة عناصر وهمها أنه الآلة نفسها بدأت تتعلم أنها تتطرف زينا وإحنا اللي بنعلمها بنعطيها أساسيات للتصرف وبعد كده تتعلم شوية شوية من تصرفاتي وتصرفاتي وتصرفات المستمعين صحيح لما تبدأ تتفاعل معنا وتتعامل معنا بذكاء مقارب ذكاء الإنسان ولكن بسرعة أكبر جميل طب واضح يعني مهانس عبدالله نحن في جيل لمواجهة جيل من الثورة الرابعة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ولكن بنعرف إيش اللي راح يتغير في حياتنا لو سمحنا لهم يدخلوا يدخلوا أكثر مما هم داخلين في هذا الذكاء الاصطناعي طبعا فأفلام الخيال العلمي ما هي بعيدة عن واقع لحياتي قريب يعني الروبوت أو الرجال الألية سيكونوا جزء من الحياة سيتطرطوا معنا كثير من المهام ستسلم لهم وإحنا الآن نسلمين كثير من المهام لهم ولكن سيصيروا أكثر ذكاء وأرخص سعر وأكثر قدرة ولهم تقنيات معينة تساعدهم في أنهم يفهمون ويأخذوا ويعطوا معنا طبعا قريب جدا حتى تشوفهم يتعاملوا معاك في المطارات جدا قريب في بعض المطارات العالم الآن شغالين هم اللي يودوك للرحلة وهم اللي يدلوك على المكان الطيارة في المولات في أشياء كثير فراحة الآن صاروا موجودين مش خيال كان خيال الآن صاروا موجودين والآن موجودين في عمليات الدفاع العسكرية في عمليات فك الألغام فصار أي حاجة ما أنا منضحي بالإنسان فيها نرسل الآلة تتصرف وعندها القدرة والذكاء أن تتصرف بشكل مشابه قريب جدا جدا للإنسان يعني واضح مهندس عبد الله والتمست من كلامك أنه عندك أخبار حصرية نقدر نتكلم عنها ومن ذكرت في أي مكان ولا في الأخبار قريب قريب بتعيد الكلمة أكثر من مرة فهل فعلا نقدر نقول 2020 ولا 2019 لا اليوم موجودة اليوم موجودة في حياتنا يعني أنت كنت تتكلم نحن نتكلم أنه موجودة عندنا بالسعودية موجودة عندنا بالسعودية أي بس في البنوك فقط لا مش في البنوك فقط موجودة عندك في تحليل الصور والوجيه والأشخاص والتعداد والأشياء هذه في أكثر من جهة موجودة في السعودية عندها تقنيات تحلل الناس وتحركاتهم وتوجهاتهم ونسميها إحنا إدارة الحشود وإدارة الزحام كلها صارت مؤتمة نوعا ما وصارت تستخدم الذكاء الصناعي بشكل أفضل بأساسي حللوا يعني الزحام إدارة الحشود الأشخاص غير مرغوب بوجودهم أو مرغوب بوجودهم نسميهم إحنا القائمة البيضاء والقائمة السوداء من الأشخاص يعني أوكي طب هل نحن مثلا في جامعاتنا ومراكز الأبحاث مواكبين لهذه التقنيات الجديدة ولا لا والله اليوم سؤالك جدا مميز من اليوم جامعتين كلموني عن نص الموضوع واضح أنه فيه توجه عالي جدا من جامعاتنا والله يوفقهم أنه يحطوا الذكاء الصناعي والرجال الآلية وإنترنت الأشياء في مناهجهم وهذا توجه جدا ممتاز طبعا التورة الصناعية الرابعة تعتمد على ثلاثة الأشياء هذه بشكل أسافي طبعا اللي هي الزموض أنترنت الأشياء والذكاء الصناعي وكذلك الرجل الآلي حالو طب مهندس عبد الله برأيك هل ممكن يتفوق الرجل الآلي على البشر أو على الإنسان مثل ما كنا بنشوف في الأفلام الخيال العلمي ولا لا للأسف هذا طبيعي ولكن إنسان عند القدرة على التشكل أقوى من الرجل الآلي ولكن الرجل الآلي في الأشياء الخطوات المحسوبة طبعا هو أفضل من ما احترام للبشر وأفضل من البشر لأنه في الحوسبة هو بيحسب أكثر وأسرع في وقت أقل وإجراءات يتخذها أسرع لكن يبقى تغيير الخطة أو تغيير المنهجية ما زال العنصر البشري مميز لأن خلق الله سبحانه وتعالى صحيح صادق هم شي ما يجيبوا مقدمات برامج ولا مذيعين ولا مذيعات الله يستر لا تتوقع من جد نطلع في الصين الصين صح رجل آلي ولكن عموما اليوم في العالم بتعدم رجال آلية بعدد رجال آلية التي تنتج فلا طبيعي هم بيتمردوا ونظر نعدمهم في الأخير جميل شكرا لك مهندس عبدالله سحاب الغامدي مستشار ومستثمر تقني على هذه المعلومات والله يبشرك بالخير جهزوا لهذا العالم والثورة الرابعة في الذكاء الاصطناعي ونحن أكيد مكملين معاكم بس فاصل قصير وراجعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر